في خلاف على العالمية بين نانسي وميريوم فارس انا بنظري بعد ما حدا وصل للعالمية ميريوم ميريوم العدرة ميريوم فارس غنت ووصلت للعالمية ما لي زاكر شو الغنية بس انه سعب شوي تعشاني عالمية العالمية هي لما بيجي خوليو على لبنان بيعمل حفلة بدولة عربية تغني بسلطة لا بدولة عربية بيجي الجمهور العربية بيحضرو بيدفع تيكت بلاوي والمتعهد ومتعهد بيدفعلو مليون دولار لجيحي الحفلة وما في جمهور لأمريكاني ولا إسباني جمهور العربية بيجي بيحضرو هيدا عالمية يعطيني واحد فيه نطلع على نيويورك عمل حفلة جمهوره أمريكاني وندفع له حفلته عش تلاف مش طلع عامل حفلة بأمريكا للعرب طلع اعمل حفلة للا بايطاليا للتليان. بالصين ماكل جاكسون كانت لها عامل حفلة بالصين. كل شي يلم كزا مليون ناس من الصينية يحضروه. هيدا العالم العالمي اللي بيصير. مش انه كل واحد قرر يكون عالمي غنالو غنية حكيلو قال مسلا او يا صار عالمي. او طلع عامل كليف. لك بتقنيات صوت مين افضل ناسي ولا مليون. مين عنده مساحة او افضل بالغناء. اشتغلت مع اتنين انت سرح. ايه. في شي لاميريام. انا نية انا مش انا نية. بلا. ايه. مين افضل بالغناء. ليك. ميريام استعرضية يعني كرأس فنانة بجسمة. وعنده صوت. فنانة بجسمة بس يعني ميريام ما بتطع تتحرك على ستاج. مش غلط. قوي. لا طبع مش غلط. مش ما تنفهم انه فنانة بجسمة. لا اه لا. رأس. ايه شو. الرأس فن. رأس استعراضية. استعراضية. يعني ميريام اللي لازم تعمل كانت استعراض. استعراض قوي. متل جينيفر لوباز. متل شاكيرا. في عنده حركة برأسه بطرقص بروفشنال. وهون فنال قوي. ما صوته. نانسي صوته اقوى. احلى من صوت. اقرب لصوت ميريام. وحركة ده مش متل حركة ميريام. ميريام بروفشنال. هلأ بيلاقيك حتى كتير ناس بيغنوا عقل بلدي بيقوا عمير قصو دبكة. الله لا يوريكي في عمير قصو دبكة. وبيقوا مبسوط بحاله عاستاذ عمير قصو دبكة يعني. مش كل واحد قصو دبكة يعني. هي بالهايدا الاستعراض الغربي. الموسيع الغربية. ميريام قوية. نانسي قوية بالغناء وبالكاريزمة. اكتر. يعني لو بتجمع رأس حركة ميريام مع كاريزمة طبعا نانسي وصوتها. بصير شي حلو.